ليس أقسى من القتل وسفك الدماء إلا محاربة الناس في أرزاقهم وقوت معيشتهم خسائر كبيرة تعرض لها أصحاب الأراضي الزراعية بعد عمليات الإحراق الممنهجة التي التهمت النيران فيها عشرات آلاف الدونمات من الأراضي المزروعة بالقمح والشعير بمناطق متفرقة من البلاد وقبل أيام من موسم الحصاد مديرية الدفاع المدني أعلنت أن المساحات المحترقة منذ بداية شهر أيار الماضي حتى نهاية الأسبوع الأول من هذا الشهر بلغت نحو 36 ألف دونم التهمتها 259 عملية إحراق في مناطق مختلفة من العراق حرائق المحاصيل الزراعية اندلعت بعد أيام من تصريح وزير التجارة الذي توقع تحقيق الاكتفاء الذاتي من محاصيل حبوب الحنطة الأمر الذي يؤكد أن تلك الحرائق كانت بفعل فاعل الوضع الزراعي لهذا العام جيد جدا واحتمال راح نقدر نأمن إن شاء الله الأمن الغذائي لمحصول الحنطة في العراق لكافة محافظات العراق وقد نصطر إلى أنه نقلل من المستورد أو نلغي لجان وجمعيات فلاحية أكدت بدورها أن الحرائق التي التهمت المحاصيل الزراعية كانت مفتعلة والهدف منها خلق أزمة اقتصادية وزعزعة الأمن الغذائي العراقي ومنع تحقيق الاكتفاء الذاتي ويبقاء البلاد تحت هيمنة الاستيراد من دول الجوار خصوصا إيران التي فتحت الحكومة لها كل الأبواب ودون شروط أو مواصفات فملأت الأسواق بالغث والسيء من بائر بضاعتها أما منظمة حقوق الإنسان فقد حذرت من تداعيات خطيرة على الأمن الغذائي في العراق جراء استمرار مسلسل الحرائق في الحقول الزراعية في الوقت الذي دعت الحكومة ومجلس النواب إلى اتخاذ خطوات عاجلة لحماية المحاصيل الزراعية والمنشآت الحيوية الواقعة داخل الأراضي الزراعية مثل مشاريع الماء والكهرباء وغيرها من الحرائق التي تتسع بشكل غير مسبوك وعلى الرغم من مطالبات البعض بإجراء التحقيق وكشف ملبسات حوادث إحراق الأراضي الزراعية إلا أن استمرار مسلسل الإحراق بات يشكل رعبا على المزارع الذي يتعرض أساسا لكل أنواع الضغوط التي تمنعه من زراعة أرضه